وأعلن تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ اللازم إزاء القضية الفلسطينية كما أشهد تحالف الأحزاب بالموقف الذي اتخذه الرئيس السيسي منذ اندلاع الأزمة ورفضه محاولة تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وأيضا رفضه لعبور الأجانب معبر رفح وربط ذلك بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة مما أدى إلى إلغاء القمة الرباعية التي كان من المقرر عقدها اليوم بالأردن